يبدأ وزير خارجية الأمريكي أنتوني بلينكين الأسبوع الحالي جولة هي الثامنة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر وستشمل مصر وإسرائيل وقطر والأردن تستهدف جولة بلينكين إقناع إسرائيل بطرح الرئيس الأمريكي جوب عيدن الأخير بشأن وقف إطلاق الناري في غزة هي الثامنة في سلسلة زياراته للمنطقة منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على غزة في السابع من أكتوبر ولكن علامات استفهام كثيرة تحيط بزيارة وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين فهو هذه المرة يعود لإسرائيل محاولا إقناعها بقبول طرح بايدن الأخير بشأن وقف إطلاق النار في غزة المفارقة هنا أن هذا الطرح بذاته وصفه بايدن بأنه عرض تقدمت به إسرائيل وفي 31 مايو الماضي تحدث بايدن خلال قطاب بالبيت الأبيض عن تقديم إسرائيل مقترحا من ثلاث مراحل يشمل تبادلا للمحتجزين بأول مرحلتين وإدامة وقف إطلاق النار بالمرحلة الثانية وإعادة إعمار غزة بالمرحلة الثالثة وعلى عكس ما جاء في قطاب بايدن قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو إنه لم يوافق على إنهاء الحرب في المرحلة الثانية من المقترح وإنما فقط منعقشة تلك الخطوة وفق شروط تل أبيب مؤكدا أنه يصر على عدم إنهاء الحرب على غزة إلا بعد تحقيق جميع أهدافها بلينكين هذه المرة يعود للمنطقة أيضا وسط مشهد إسرائيلي منقسم ومشتت وفي غاية التأقيد فما بين الشد والجذب داخل أروقة حكومة الحرب يتزعمها فريقان أحدهما بقيادة سوموتريتش وبن جفير من جهة وهو يمين لا تتوارى بياناته عن التهديد بحل الحكومة حال الموافقة على صفقة المحتجزين والفريق الآخر بزعامة جانيتس وإزن كونت من جهة أخرى الذي يطالب نتنياهو بتحقيق الصفقة وعلى صعيد الشارع الإسرائيلي نفسه لا تزال احتجاجات أهل المحتجزين تتردد أصداؤها أمام الكنيسة وشوارة الأبيب وتواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قرارا من مجلس الأمن يطالبها بوقف الكتال فورا وأوامر من محكمة العدل بوقف هجومها على رفح الفلسطينية واتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية